موسيقى السلام عليكم انتظار وتجهيزات يعيشها المواطن اللي بي استعدادا لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام ليتم إدراج أسماء الحجيج من خلال القرعة الإلكترونية في الوقت الذي تقوم به مناطق أخرى بالقرعة التقليدية ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحركة كيف ترى استعدادات الدولة الليبية لموسم الحج لهذا العام فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش ألف وأربعة وأربعون حاجا وحاجة وفقهم الله ليكونوا ضمن قصدي الأراضي المقدسة في موسم الحج لهذا العام حيث تم اختيارهم من بين أكثر من تسعين ألف شخص تقدموا لإجراء قرعة الحج في منطقة طرابلس الكبرى والتي تضم عددا من المجالس البلدية من العزيزية إلى القرابولي وبلغ عدد المسجلين بحسب الهيئة العامة لموسم الحج هذا العام مئة وخمسين ألف حاج وحاجة وفق منظومة التسجيل ليتم اختيار خمسة آلاف وستمائة حاج وحاجة من مختلف المناطق والمدن الليبية القرعة أجريت في طرابلس عبر الطريقة الإلكترونية الحديثة في حين ارتأت بعض المناطق أن تكون القرعة بالطريقة التقليدية ذلك بخلط الأوراق في صندوق زجاجي المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية تكفل بنصف مصاريف الحجاج ذلك بالتنسيق مع شركة ليبيانا ليكون على الحجاج دفع خمسة آلاف دينار الليبي للفرد الواحد تطرح كيف ترى قرعة الحج لهذا الموسم وهل ستكون القرعة الإلكترونية منصفة للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام هل الأعباء المادية ستجعل الكثيرين يعكفون عن التقديم لهذا العام وما هي التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الجهات الرسمية للحجيج هل تكتفي الجهات المسؤولة بالتكفل بنصف القيمة للحجاج فقط أم أنها ستقدم خدمات أخرى قرعة الحج لهذا العام هي موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية أو على الإيميل كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية أهلا بكم مشاهدين الكرام مجدداً في حلقة اليوم والتي خصصناها عن قرعة الحج لهذا العام حيث ربما رفض العديد من الحجاج أن تجرى القرعة بالطريقة الإلكترونية ورغبوا بأن تكون الطريقة التقليدية وهي خلط الأوراق في صندوق زجاجي هي سيدة الموقف فيما يرى بعض المهندسين بأن الطريقة الإلكترونية هي اقتصاد للوقت وتوفير للجهد نبدأ النقاش مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي معنا صويعي من تيجي ومحمد من مصرات نبدأ مع صويعي أهلا بك صويعي أهلا ورحمة الله وبركاته صويعي يعني الاستعدادات لموسم الحج هذا العام استعدادات الدولة الليبية واستعدادات الحجيج المتقدمين وإذا كانت لديك معلومات حول قرعة الحج هناك لديكم في منطقة بدر إذا كنت تقطنوا هناك يعني اروي لنا هذه التفاصيل والله في البداية أخ محمد نحييك ونحيي فعناك النبا نحييك الله نحييك مرة ثانية ونقول لك رأوا معاش حصدنا الاتصال بكم على قد ما قدنا نحاول ونحاولوا معاش حصدنا الاتصال هذا دليل أن البرنامج ناجح وتنفيذ من الله الحمد لله شكرا لك بالنسبة لقرعة الحجيج لهذا العام والله طبعا في بداية مباركو لهم كلهم لحجيج هذا العام وإن شاء الله حج مبرور ودند مبرور والمبروك لكل شخص يعني اطلع في القرعة وإن شاء الله يبقى وجوب السلام نسأل الله طفيقة للجميع طيب يعني هناك من يرى بأن القرعة الإلكترونية ربما فيها بعض الغموض نتيجة لأن يعني كبار السن لا يقتنعون بالأشياء الإلكترونية بقدر ما يقتنعون بالقرعة التقليدية يعني كيف هي الأمور برأيك أنت في منطقتكم هناك؟ والله بالعكس يا أخ محمد هذي طبعا القرعة الإلكترونية هذي والله ما حاجة صراحة متطورة وحاجة ممتازة وإحنا الحمد لله المهم مننا فيها دعم الحكومة الليبية وإن شاء الله معناه يمشي وجوب السلامة إن شاء الله حاجة مبرور ودند مغفور وهذه حاجة متقدمة يعني أكترونياً مع المشاكل وأقل معنا حتى حساسيات بين الناس لكن بالنسبة يا أخوي للأعداد رأى أن أتكلمك عن الأعداد التي قدمت لأجهة هذا العام دليل رأى الحمد لله يعني الدولة ماشية للتقرار وماشية للأفضل دليل أن العدد كبير فهمها نعم إذن أشكرك أسوائي من مدينة تيجي وأنتقل إلى محمد من مصراته أهلا بك محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد يعني هذا الموسم في الحج لأداء فريضة الحج قام المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية بالتكفل بنصف قيمة الحجاج ذلك بأن يدفع الحاج خمسة ألاف دينار فقط والباقي تتكفل به الحكومة الجديدة بالتعاون مع شركة ليبيانا هل برأيك هذا الدعم يعني سيساهم في تخفيف العبع على الحجاج والله أول حاجة يا أخوي نقول للحجاج إن شاء الله حاجكم مبروك إن شاء الله بعونا الله دعونا للجيس في الوطن إن شاء الله ينتصر على الأخوان وينتصر على الأشياء تذير اللي جاب لنا براك أوباما محمد نتحدث عن الحجاج نحن لا نتحدث عن جيش ولا نتحدث عن إخوان ولا نتحدث عن أحزاب نتحدث عن الحج الحج وليس الجيش وصلت الفكرة إذن محمد من مصراتة دائما تريد الحديث عن التجادبات والصراعات ننتقل إلى مفتاح من بنغازي ومحمد من مدينة درنة أبدأ بمفتاح من مدينة بنغازي أهلا بك مفتاح أهلا وسهلا كيف حالك مرحبا بك الحمد لله كيف أنت مفتاح أولا نحييك ونحيي المشاهدين حياك الله مفتاح قرعة الحج لهذا العام يعني كيف ترى استعدادات الدولة الليبية لهذا الموسم أول حاجة نوجه الثانية لك الحاجة طرعت ما اليوم في القرعة وخص نوجه في الثانية لأي الحاجة اليوم طرعت بالقرعة وخص في ذكر خوي وليس يعني عارفني لأنه طرعت ما اليوم لكن اتمنى اتمنى يا سيد محمد يرسلوا مقتغاهم ويجوا طيبين إن شاء الله وسلمين واتمنى من حجاج أخوتنا اللي في المنطقة الشرقية يدعوا هذه لقناة النبا تغير مصارع السياحي إذن أشكرك مفتاح شكرا لك وصلت الفكرة أشكرك مفتاح من مدينة بنغازي مفتاح يريد أن يدعو حجاج بيت الله لتغيير مسار قناة النبا إذن هذه وجهة نظرك مفتاح ننتقل إلى محمد من مدينة درنة أهلا بك محمد أهلا بك مرحبا مرحبا محمد يعني الاستعدادات لموسم الحج في هذا العام كيف ترس تعدادات الدولة الليبية في ظل هذا الصراع السياسي الدائر الآن في البلاد نعم إن شاء الله بعد انتصار الجيش الكرامة إن شاء الله حيحجوا لدين كلهم وحيبدأ طيب محمد ثلاثة الهاتف نفس محمد 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 تستمع إليه محمد طيب يعني في حال تأخر انتصار الجيش كما قلت أنت يعني هل يبقى الحجاج بلا حج لهذا العام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يدعو لنا أخرى بانتصار الجيش الكرامة وبعدين إن شاء الله مستمع قلت لكم عن كثير مليكيات حوصر ومعجل ضد مليكيات حوصر عن زينا صلاح إذن نطلب من كل المشاركين الالتزام بالأدب والاحترام يعني عدم السب وشتيمة نحن في النهاية نقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا برنامج رأي عام هذا البرنامج لكل الليبيين وليعارض مختلف وجهات النظر المختلفة على كل حال يعني البرنامج منكم والبرنامج لكم في النهاية ليعرض أفكاركم ويتصل أصواتكم فيه أنتقل إلى مفتاح من مدينة درنا وبنت فبراير من إجدابيا أبدأ بك مفتاح أهلا بك أهلا بك مفتاح مفتاح استمع إلي من الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العام وتب خير سيد محمد كل عام وأنت طيب مفتاح بحلول شهر شعبان مبارك علينا على أمة السمية يا رب بحول الله تعالى شكرا لك واتمنى من حجاجنا الدعاء الدعاء للشعب الليبي والصلاح كويسة لها واتمنى لحمة وطنية واحدة وشاء الله يعني حجاجنا يبشو طيبين وجو طيبين لكن يا أخي محمد راهو خمسة ألاف جنيه واعر راهن يا أخي محمد نعم هذا خمسة ألاف دينار يعني ربما بعد الدعم الذي قام به المجلس المقترح من البعثة الأممية والله والشعب الليبي حتى الراتب ما عندي عليه الليبي حتى الراتب ما عندي يا محمد راهي حلو منهم شوي يا رجل نعم نعلم ذلك وقد خصصنا حلقات للمرتبات والسيولة يا أستاذ محمد إذن وصلت الفكرة مفتاح من درنا أشكرك على هذه المشاركة وخصصنا نحن حلقات عن السيولة وحلقات عن المرتبات وحلقات عن ارتفاع أسعار الدولار وما زلنا سنخصص كل الحلقات للمشاكل التي تهم المواطن وتعنى به أنتقل إلى بنت فبراير من مدينة جدابي أهلا بك بنت فبراير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنت فبراير يعني الاستعدادات لموسم الحجل هذا العام في ظل الصراع الدائر في البلاد يعني كيف ترينها وهل ترين بأن قيمة خمسة ألف دينار هي قيمة كبيرة ربما لا يستطيع بعد الحجاج توفيرها أم ماذا والله يا أخي محمد أول سين شاء الله تذكره وهم ضيبين وقال يا ربي التحرير ليديا من كل طاغي أن يذكر أن يحكم ليديا هذا أول حاجة الشجر الثاني يا أخي محمد خلق ثلاثة شجر السعر اللي جلبتنا في حقوق الوفاعة يعني بالنسبة الواضح لشان إنه حتى مرتفع سعر يعني فمش حي يدير أي حل بنسبة لشجر خلقنات لغرفة أعبالة يعني إذن فأنتي ترين بأن بأن السعر مرتفع أكيد أكيد يا أخي محمد ونقول بالمرة ليوصل الحج حتى هم اللي قال أكيد على قناة النبا وليل يجب أن يقول لهم رسمية تخطي شوية مستاذب بأس يعني داني مستاذب بأس مستاذب بأس لأن الجيس اللي جايس يزال أنت يكون صرف داني الجيس في مصراتة تضرب فيها أنا مصراتة هي لتضرب إجدابيا بأس في جديد بأس في دواعج السلام عليكم نعم أشكرك بنت فبراير من مدينة إجدابيا وأنت قليلا عبد الحكيم من مدينة طرابلس وأمل من مدينة مصراتة أبدأ بك عبد الحكيم أهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحكيم قبلك بنت فبراير ومفتاح من درنا قالوا بأن أسعار وتكلفة الحج لهذا العام هي كثيرة وللعلم بأن المجلس المقترح من البعث الأممية قام بدعم الحجاج وبالتكفل بنصف القيمة يعني كيف تعلق على ذلك؟ أول حاجة أقول محمد بن حييم ونحيي قناة النبا المصدقية متاحة متفاقية حياك الله محمد وهذا ما يجب إلا ليجبلي تربني أنتاعك أخي محمد وعليه لبساسة أنتاعك الزوالة الماء الناس الطائبة والنهرة وربي دائما يخلي البسامة وزيك أخي محمد ولكن هذه الأدبيات يسمى بالجهل هذا من الدور متاحة قبل نقول بدور يعقشون من الشباب طريقة يسمى فهل جدل سمع معنا الجدل وبارك الله وطيسة نعم يعني عبد الحكيم عبد الحكيم نعم هل ترى بأن تكلفت خمسة ألاف كثيرة أم هي يعني ربما ملائمة للحجاج والله العظيم أنه يومي بسحاجة هي ترى أن تشوف هي ترى مسألة الماء هو هو الإنسان إذا كان صف يليس ماسل يعني والله يا أخي معنا محمد مكري كنت نتابع طائرة العمل والله يجب أن يتعلم من صاحب الناس قلها أنه رب يتخرها ولكن سبقنا الله أخي نحن سوى نية عندي ملاحظة بسيطة هذه الضمام للحجاج نحن الله رب العائز العظيم لكل من يريد الناس يجيس الحال يجيس الله يتخرها بإذن الله نعم أشكرك عبد الحكيم من مدينة طرابلس وصلت الفكرة شكرا لك على هذه المشاركة وأنتقل إلى أمل من مدينة مصراتة أمل هناك من قال بأن قيمة خمسة ألف دينار هي يعني غير ملائمة وليست في متناول المواطن الليبي ليقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام وللألم بأن هناك الحكومة الجديدة دعمت الحجاج وتكفلت بنصف المصاريف ذلك بالتنصيح مع شركة ليبيانا يعني كيف تعلقين على هذا والله قبل أن نعلق سيد محمد تسمح بوقت شوية لأننا دينا ما كترش في الوقت والليوم مش هنطول أو سيد الشخص هذا يقول محمد مصراتة يريد تب تروح على اسم واحد يعني في مصراتة يقول بشكل وهنا في النادة يقول بشكل فأنا نقول رب يذهب شير تكمنين لدهوبة حتى اسماك مش شابتة كويس وبالنسبة للحج لما سمعنا شفنا تول الناس اللي من التسجيل يعني مدام يعني هالكمية هذه مبارغ فليش كانين عايت ومعند ناش وما في سيول وكذا وبالنسبة احنا عندنا في مصراتي بتطريقة تقليدية السحب وما فيش على الكمبيوتر يعني السحب ايضا في الصندوق وخلط الأوراق بطرق التقليدية طرق التقليدية وهذه يمكن أصعب طريقة هي ويمكن حتى صعبة ولكنها مقنعة أكثر خصوصا لكبار السن والله يا سيد محمد هو مفروض داروا حاجة كويسة إنه مخصر لهم حوالي عشر مرات هم يسجلوا مفروض تم حصر مخصر الناس الكبيرة في العمر بالله عليك 80 سنة 70 سنة وليهم كداش المرة مفروض دعوهم خلوهم بجانب بروحهم يعني ودارون قرع بروحهم لكن تجد الواحد حاجة منول وتو حطينا مرافق فهذه مشكلة فأني مفروض تحطوا حاجة يعني الناس هدوم أصلا الناس كتبار بالعمر يعني وانتظر ربي يقبل وبالنسبة للمبلغ هو هذا هو يعني في كل سنة هو نفس المبلغ وهذه نقول لي الحمد لله مختدرين يعني كل اللعيات كما نقوله في الهواء بس يعني نعم أشكرك أمل من مدينة مصراتة وكذلك أشكر عبد الحكيم من طرابلس أشكركم أنتم الاثنان وأقرأ عليكم مشاهدين الكرام عدد من التعليقات على صفحة البرنامج بالفيسبوك صفحة رأي عام التي يمكنكم التعليق عليها وأرسال ملاحظاتكم على البرنامج عبر هذه الصفحة على الخاص وزيدان يقول اسمعت من فترة أنهم بدوا في التسجيل المبكر نسأل الله لهم التوفيق وأن يرزقنا وأهلينا وكل المسلمين زيارة إلى بيته الكريم تحية طيبة لكل موظفي قناة النبو ولك أنت أخي العزيز وكان الله في عونك شكرا لك وحياك الله يا زيدان وزينة أحمد تقول معقولة نوعا ما تقصد زينة عن قرعة الحج تقول معقولة نوعا ما والحمد لله أن الدولة كل سنة الدير في مجهودها لمساعدة الناس لأداء فريضة الحج والسنة المبلغ المالي يعتبر كويس مقارنة بظروف البلاد والناس مبارك لكل من كتبت له الحجة لهذا العام مشاهدين نواصل ولكن بعد هذا التواصل أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في الجزء الثاني من برنامج رأي عام في حلقة اليوم التي خصصناها عن موسم الحج لهذا العام وقرأة الحج التي أجريت اليوم والتي تقدم خلالها 350 ألف حاج وحاجة ليتم اختيار يعني ما بينهم عدد ليس بالكبير وتقدم في طرابلس الكبرى ومناطق طرابلس الكبرى ومجالس البلدية في طرابلس الكبرى حوالى 95 ألف متقدم ليتم اختيار 1044 حاج نسأل الله التوفيق لمن حلفهم الحظ وأن يمد بطول العمر لمن لم يحلفهم الحظ ليحجوا في السنوات القادمة نستأنف الحوار مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي معنا فراس من مدينة مصراتة أنا بك فراس فراس أهلا بك مرحبا بك فراس فراس يعني عدد المتقدمين لموسم الحج هذا العام كثر 350 ألف والعدد ربما المطلوب هو بالقليل ليس بالكثير يعني فكيف تعلق على الاستعدادات لهذا الموسم من الحكومات أو من السلطات في ليبيا إن شاء الله ربي حزيزهم على كل صدر بقدرة الله العظيم يدعونا للجلس الوطني ويقول لأختي أبل برك الله وضيك إذن فأنت الآن ظهرت معنا باسم فراس وظهرت قبل قليل باسم محمد من مصراتة يعني ظهرت لنا باسمين يعني أنت لا تستخدم اسمك الحقيقي وتستخدم اسماء مستعارة على كل حال هذا رأيك فراس ومحمد وابي ليبيا كما قلت من مصراتة نحن نشكرك على المشاركة ونحترم كل الأراء ووجهات النظر ونعرضها وتسمع أصواتكم عبر هذا البرنامج أنتقل إلى معاوية من البيضة ومحمود من مدينة طرابلس أبدأ بك معاوية من البيضة أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاوية هذا العام وقرأة الحج لهذا العام يعني كيف تعلق فقدنا الاتصال بمعاوية ونحيل السؤال إلى محمود من طرابلس أهلا بك محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تعلق محمود على إجراءات القرعة التي تمت اليوم أولا نحييك أستاذ محمود ونحيي كل المشاهدين الكرام حياك الله محمود تمنيات كل التوفيق لجميع الحجيج ليبيا بحول الله تعالى ولهم حج مبرور ودم مغفور إن شاء الله والله نشوفها قرعة كويسة وعمور كويسة وقبنا الزمن نقدر نقوله كترونيا يعني فاها نصاف وفاها عدلة ونبلغنا نعقب على السيدة مرة مرة طال على المكرة فوق مرة نبو مرة لتوبكت سنقول لهم الجيش اللي تحكى لهم الجيش الكتائب انتع القدافين انتعك هذا يدوري أنا يقول لهم برد دور خدمة لما لا يروحك لوح الدول فاضي اللي تدفعها نحن نحاول يعني مع كل المتصلين أن لا نخرج عن نطاق وموضوع حلقاتنا ولكن المتصلين يخرجون عن هذا الروح حتى لا لك طالب الدعاء تطالب الدعاء أقول الله يكسع رص حفتر هنا منطلبه من حجيج إن شاء الله الله يبتر حفتر واقينه صالح اللي جابه الفقر لليبيا نعم أشكرك محمود من مدينة طرابلس وكذلك أشكر معاوية الذي فقدنا به الاتصال من مدينة البيضاء أنتقل إلى وسام وسام من مدينة بنغازي والعبيدي من مدينة درنة أهلا بك وسام وسام أهلا بك وسام مرحبا موضوع الحج إن شاء الله بحول الله تعالى وقرعة الحج والاستعدادات لهذا الموسم من قبل السلطات الليبية كيف ترى هذه الاستعدادات في ظل يعني شح السيولة وارتفاع الدولار طبعا الحج موتي روحها لي مشرف في الحج موتي روحها للحج أكيدة عندها فلوس وإن شاء الله قرعتها ولي ما حصلتش حقق قال الله سنجاي هذه حجم كل مسلم وحلم كله ذي الحج يعني رب يطعمنا ويطعمهم إن شاء الله فرحنا لهم والله بل نتفرجوا عليهم قناة كون قناة التناصر الله يفرحنا لهم الله بل يطلع لا فرحوا لهم قلوا والله وقفى ولب نواجه تحية كبيرة 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 وسود الجبل المشاشية والغريال وككلة ونقول الله أكبر فمغازي رأيك حكا ومشاء الله وحافظه حجبل والله أكبر أشكرك وسام من مدينة مغازي شكرا لك على هذه المشاركة وننتقل إلى العبيدي من مدينة درنة أهلا بك العبيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العبيدي يعني قرعة الحج لهذا العام هناك من رأى بأن القرعة لللكترونية منصفة وهناك من رأها غير منصفة أنت كيف ترى ذلك؟ إن شاء الله يرشوا ضيبين ويروحوا ضيبين ويدعونا يدعونا جيش الليبي ينتصر إن شاء الله على الإرهاب وعلى الميليشيات طجر ليبيا وإن شاء الله بمصراتها نحروها وإن شاء الله بإذن الله طيب العبيدي العبيدي هل ترى بأن هذه القرعة مصفة أم لا؟ العبيدي 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 نحن اليوم في الحج يا العبيدي العبيدي أشكرك إذا العبيدي من مدينة درنة نحن نريد يعني الحديث في موضوع الحلقة وأنتم تخرجون عن موضوع الحلقة أنتقل إلى محمد من طرابلس وعلى من الزاوية أبدأ بك محمد أهلا بك أهلا بك محمد السلام عليكم كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا نترحم على الشهداء أخوتنا في مصراتها نترحم عليهم وقلهم المنطقة والله بالنسبة للقرعة الإلكترونية طبعا فيه شيئين كبار ما يعرفوها مش مقتنعين بها لكن هي طبعا هذه حاجة حديثة فمت ولكن كيف سيتم التعاون مع هؤلاء المجاجين مش مقتنعين بها ولكن هي من حاجات طبعا مش كل واحد من نسبة للناس الكبار هذه مش مقتنعين بها ولكن هي فمت 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 يقولي محمد وهذه حاجات معروفة الإلكترونية دقيقة جدا يعني قوية إذا فأنت ترى بأن القرعة الإلكترونية منصفة أكثر من القرعة الأخرى أو ربما مثلها ولكن الحجاج كبار السن لا يقتنعون بها أشكرك محمد من مدينة طرابلس وصلت الفكرة ووصل صوتك شك نعم لديك ما تقول دقيقة عندي ما نقول والله يتمنى أن الدعاء يقولي أخوتنا في مصرات نحن من 3 مليون ونص عندنا 3 مليون ونص أنا في ترابلس قلبا وقالي مع أخوتنا في مصرات 3 مليون ونص أشكرك إذن محمد من ترابلس وانتقل إلى علاء من مدينة الزاوية أهلا بك علاء مرحبا بك علاء يعني قرعة الحج لهذا العام هل ترى بأن القرعة الإلكترونية منصفة أم لا بحول الله تعالى نسأل الله ذلك إذن أطلب من كل مشاهدي الكرام في هذا البرنامج يعني التحلي بالروح الصحفية أو الروح الرياضية وعدم يعني الخوض في مشادات كلامية فيما بينهم أنتقل إلى عماد من مدينة غريان أهلا بك عماد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عماد يعني هل لديك ما تقول في قرعة الحج لهذا العام التي أجريت اليوم في منطقة ترابلس الكبرى بالطريقة الإلكترونية في الوقت الذي يرفض فيه عدد من الحجاج هذه الطريقة كيف ترى؟ أدو الحجاج أستطيع الله يتواجه بالدعاء لكل الليبيين ورد فرش أبلاك وننصح زميع المشاهدين بعادة تطرق في المواضيع الأخرى بخاطر موضوع الحلقة شكرا لك عماد أو جزد فأبدعت عماد إذن تنصح كل المشاهدين بالتزام في موضوع الحلقة هذا عماد هو أحد المشاركين في البرنامج ويطلب من كل المشاركين مثله بالتزام في موضوع الحلقة نأمل من كل المشاركين أن يكونوا مثل عماد كن مثل عماد أنتقل إلى عبد السلام من مدينة درنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك عبد السلام أشلمور يا محمد الحمد لله بخير عبد السلام يعني الحجاج الذين تقدموا لهذا العام عددهم كبير 350 ألف حاج وحاجة وستتم اختيار 5600 ألف 5600 حاج وحاجة فقط يعني والقرعة التي أجريت هي الكترونية في أغلب المدن والمناطق هل ترى بأن هذه القرعة منصفة أم لا والله نقول لك الحجاج إن شاء الله ربي ردهم طيبين بحول الله عرفت لكن يا محمد بلاك إلاك سؤال ما لش بنقول لك أنت ليبي أنت ليبي نعم أنا ليبي بيع قلبك على الوطن أنت نعم أنا ليبي ومن الجبل الغربي نعم وقلوبنا على الوطن عبد السلام نعم عبد السلام يبدو أننا فحضنا الاتصال بعبد السلام على كل حال عبد السلام كلنا أبناء ليبيا وكلنا قلوبنا على الوطن ولكن ربما إذا اختلفت وجهات النظر فالاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وهذا البرنامج فتحناه لنعرض أفكارك أنت وأفكار من معك وأفكار كل المشاهدين وكل المتابعين لهذا البرنامج شكرا لك عبد السلام من مدينة درنا وانتقل إلى يونس من مدينة مصراتة أهلا بك يونس حياك الله أستاذ محمد ولقوا المستمعين إن شاء الله بالخير ولهنا أنا يمشي وجوه الحزاج والعنة بالخير حياك الله حياك الله يونس ما مدى يعني ثيقتك في القرعة الإلكترونية والله أعتقد الناس اللي لا يجب انتقتنا وكل واحد بخونوها هذا أمر طبيعي جدا وما الحداثة نازم تستعمل والضروف البلاد إن شاء الله تكون أحسن نكية ولكن هلما نكتلوش لحقيقة البلبل لأن الظروف معروفة البلاد المتمروا بسعار فهلا الحقيقة الجود من الموجود إن شاء الله نتأمنوا فيهم خير إن شاء الله ديغة ضمن حسن يغلب السيئة لأن المرحلة ينفع هذا العمر الصالح والإستغفاء وكتلة العمر الطيبة فهذا إن شاء الله ينفعنا ونصلم مرزي مطلوب أخوتي نتق والله الجيش الإلكتروني اللي بداخل بكل شيء وفقونا من الفتنة نحن الليبيين ومعرفين رأي جيش نكتور عندما أنا وانا السيئة ولكن لا يحق تفكر السيئة إلا بأهل إن شاء الله ربي يهديهم ويسلح حالنا وحالم وكلمة طيبة صدقة ونحاسب أشكرك يونس من مدينة مصرطة وكذلك أشكر عبد السلام من مدينة درنة والذي سألني إذا ما كنت ليبيا أم لا ويقول له أنا ليبيا وابن الأصابع فكيف لك أن تسألني هذا السؤال يا عبد السلام كلنا أبناء وطن واحد وكلنا قلوبنا على الوطن يا عبد السلام وهذا البرنامج مفتوح لك حينما تشاء وعندما تريد الإدلاء بصوتك مشاهدين أنتقلوا أياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في الجزء الثالث من حلقة اليوم والتي خصصناها عن قرعة الحج أبدأ الحديث والحوار والنقاش مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي معي عبد الله من مدينة مصرطة أهلا بك عبد الله أهلا بك عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الله تحياتي لك أستاذي الكريم ولصورتي لذا عدد خلها وخارجها ولكل مخلص اللي دينه ووطني حياك الله يا عبد الله عبد الله يعني كيف ترى استعدادات الدولة الليبية لموسم الحجيج هذا العام في ظل الصراع الدائر في البلاد والله بنقول حاجة بسيطة يا أستاذي الكريم إن الشعب الليبي ليس لحد من جمل عليه والله لما من جمل عليه أو كل حكومة الحكومة هاي ما هي من الجمل يعني يا أستاذي الكريم الشعب الشعب الليبي حتى عب turnout نفس التكلفة هو ثرية التحمل الدولة في كل سنوات حتى أيامه جدا في التحمل للدولة في خمسين في المائة ما بيش حظ من جمل عليها الرزقنا رزق الشعب الليبي في أسوأ ظروف حتى أيام عمل جدا في خمسين في خمسين في المائة تحمل في هذه الدولة فهذه ما بيش حظ من جمل الشعب الليبي لا حكومة هذي ولا حكومة هذي متاع على الله خلالها. وان بقول حاجة ما عليش شي. ان اه هذي ما احاول يبا 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 يضوجوه ما دعم الله لكن الشعب والله الشعب المظيف مستمح ما هو قبلهم. مقصد انك بالله لو كان حكومة وصائي هذي. لا بنقول لك حاجة يا سالكي احنا في مسرات نهت في كل جمعة بنقوله الصوت اللي من المجعاج. صوت التناصح والنباء صوت الحق والوصع. وبنقول. اشكرك عبدالله. اشكرك عبدالله وصلت الفكرة. شكرا لك عبدالله من مدينة مسراتة. وانتقل الى محمد من طرابلس. واحمد من مسراتة. ابدأ بك محمد من طرابلس. اهلا بك. اهلا بك محمد. مرحبا بك. اهلا بك. محمد يعني هل تثق في القرعة التقليدية عن طريق خلط الاوراق في صندوق زجاجي. ام عن الطريقة الحديثة في المنظومة الالكترونية. والله هو استاذي اولا تحية لقناة النبا والتحية لتريس مسراتة. الذين ذكي تخلوا عن طرابلس. والذين وقفوا وقفة الرجل الواحد مع طرابلس. ولحديث الآن عايشين في امن وامان في طرابلس الحرة النظيفة. امه. طيب. بالنسبة لموضوعكم اللي هو الحد. امه. هو تولي داروه به يعني اه لا تتعرف انت يعني فيه شوية امور وكذا. فليد راه كله اكترونية كله عادية كله كويت. امه. فكاني عندي رسالة اني بنوزها للنظام السعودي النظام في السعودية غادي. امه. نشان قصة المفقودين كل عام هادي. كل عام تقول لينيو في السعودية فاخديني قريب مش عارف كم العدد. و وموتى في السعودية. فرجاء فرجاء من ان عن طريقة خاناة النباة ان هي توصل للنظام السعودي غادي. نشان هيو خيستهات مفقودين كل عام. وميتين كل عام. مالتاقعة لاني صار سنيني فاتت. يجب على خوتينا في السعودية غادي ان هم يحترموا على الأقل هذا إذن فأنت تتساءل عن أسباب ربما الذين قضوا في الحرم هناك في مكة المكرمة أشكرك محمد من مدينة طرابلس وصلت الفكرة وانتقل إلى أحمد من مصراته أهلا بك أحمد أهلا بك أحمد إذن فقدنا الاتصال بأحمد من مدينة مصراته ونبقى في مصراته ولكن مع عمر أهلا بك عمر مرحبا بك الحمد لله كيف أنت الحمد لله والله ينبغي شعرك في هذا الموضوع المقيم عمر قبلك قبلك محمد من مدينة طرابلس يتساءل عن المفقودين كل عام في الأراضي المقدسة وعن ربما الذين قضوا هناك وماتوا هناك يعني في الحرم المكي وعن الأسباب يعني يتساءل فكيف تعلق على ذلك والله تعليقي بسيط جدا هو يسمى كل واحد توفد أجر عند الله هو أمشيل الجنة يعني يعتبر عرفتني بحول الله تعالى بإذن الله الواحد يعتبر حاج بيت الله سبحانه وتعالى يقول والأمور إن شاء الله نحسن نحسن إن شاء الله والأمور طيبة ونقول الحاج بالنسبة للحجدة للقرعة الواحد بتجي قرعة تبي أخذها الحمد لله يعني فهمتني الاقتراع هذا ما أناش نقري شي حتى حتى الرسول قائل عليها الاقتراع وشنو يعني ونصلي وسلم على سيدنا محمد المم وبالنسبة لي نحنين في مصرات أنا أمور ما طيبة هو الحمد لله رمتني ولا لا نعم أشكرك عمر من مدينة مصراتة شكرا جزيلا لك وصلت الفكرة عمر شكرا لك أنتقل إلى أبو بكر من طرابلس السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أبو بكر مرحبا بك أبو بكر يعني ما مدى ثقتك في القرعة الإلكترونية مية في المية شيء كويس والتقدم والتقنية المطلوبة في تعمالها في كل شيء في ليبيا وتخفف هلب على المواطن وتقلل الزحمة وكل شيء ممتاز الصراحة وحجب برور ودم وفور للي جتهم القرعة لكن عندي ملاحظة أني نتصفح في النت واني كنت من ضمن المشاركين في القرعة فصفحة رقم ثلاثة من ستة في طرابلس المركز ما شفتهاش على النت لم تجدها على الإنترنت صفحة هذه مفقودة في واحد واثنين واربعة وخمسة وستة رقم ثلاثة من ستة غير موجودة أرجو تزيلها في النت حتى نطمئنه ونشوف القرعة أنت تريد توضيح ذلك يعني توضيح الأسباب لماذا لا توجد الصفحة رقم ثلاثة نعم نعم بحول الله تعالى سنعمل على ذلك ونتقص عن هذا الموضوع وسنتواصل مع الجهات المسؤولة حول هذا الموضوع أشكرك أبو بكر من مدينة طرابلس على هذه المشاركة مشاهدين أقرأ عليكم عدد من التعليقات على صفحتنا بالفيسبوك وعبد الرحمن يقول صحيح أنه لا توجد مؤسسات في الدولة ولكن التحضيرات ممتازة ومميزة عن السنوات الماضية يرى بأن التجهيزات والاستعدادات لهذا العام هي مميزة عن العوام الماضية وأفضل من العوام الماضية حسب تعبيره ومحمد محمد الساجد يقول معقولة كسابقتها في تخفيض القيمة مع ارتفاع الدولار لا يشكل دعم أو مساعدة يرى بأن الأمر معقول ليس بذلك الدعم وليس بالأقل أنتقل إلى وصال وصال نعم ما يوصال من إجدابيا وسالم من طرابلس أبدأ بك وصال أهلا بك وصال فقدنا الخط بوصال ننتقل إلى سالم من طرابلس أنا بك يا سالم سيد محمد تحياتنا ليك ولمشاهدين كيرا حياك الله يا سالم سالم يعني قرعة الحج يعني أغلب المتصلين والمشاركين قالوا بأنهم يثقون في قرعة الحج لهذا العام بالنظام الإلكتروني الحديث ولكن ماذا عن كبار السن الذين لا يقتنعون بهذه القرعة كيف ترى ذلك والله إحنا عندنا كل اتخافي للناس اللي يزورت القرعة سواء بالصحب بالأيدي أو بالإلكتروني لأن هذه معايا محمد نعم نعم لأن هذه الناس مسؤولة قدام رب العالمين أنت بيتأخذ ناش بتزور بيت الله إن شاء الله ورب يتقبل من كل شخص لحول لنا نعم نعم نتمنى من مجلس النواب معاي محمد نعم تفضل نتمنى من مجلس النواب أن يصادق عليها الحكومة هذه لأن هي عندي فيها تقيقة أنت حتوحد الليبيين حتلم شمل الليبين ونتمنى من كل متصل من الشارك واللغرب معايش يبدو يسبو يشتمو في بعضهم يجب أن نقولوا كلام طيب اللي يوحد ويلم شمل الليبيين وتحية طيبة اللي حوال المجلس الرئاسي أشكرك إذن سالم من مدينة طرابلس شكرا لك سالم عن هذه المشاركة وأخرى عليكم تعليقين اثنين على صفحتنا بالفيسبوك ورضا يقول أولا هل هناك دولة؟ هناك مجموعة من الأوباش والنصوص يحكمون ليبيا يتسائل وخرج عن الموضوع علي فتوري يقول وين هالدولة؟ وبعدين كل سنة الأولوية للتوار وأهل التوار نفس الرفاق وأبناء الرفاق إذن مشاهدين نسأل الله التوفيق لمن حالفهم الحب ونسأل الله التوفيق لمن لم يحالفهم الحب في الأعوام القادمة وكذلك نشكر جزيل الشكر اللجنة المشرفة على الحج وأجمع أغلب المتصلين على أن القرعة الإلكترونية مقنعة ومنصفة في حين يعني رأى القليل والقلة القليلة بأن القرعة التقليدية هي أكثر إقناعا ولسيما لكبار السن محمد العجم يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة